السلام قلت لكم عليكم على خير و اخير فرحاني في الحيث عليكم كما تشوفو اليوم حبيت نفعل لكم الفيديو في البلصة اللي بدأني منها في الاول حقاشتها وعت поэтому تبوني و شفيتها اكثر وقد أكشفه قررت نفعل لكم فى وانظر اللي البنات البديو معي من اول فى الفيديو و اهما تتبا ولهنا اتبا لكم الفيديو الآن اجد لكم فى هذا الفيديو على الخلطة ايال الزيوت اللي بزه بكم هم شفوها فى الروتيني لبشار وطلبتوا مني ان اندي لكم فيديو وقررت اليوم اندي لكم وفي نسلوقت سوف نجاوبكم على السؤال اكتر سؤال سبوته ليه هو من كان ناخد زيوت هات زيوت تقدر القاوم بزف ديال البلايس بزف ديال البلايس ولكن انا كنت اكتمع المارك اللي كتدير هات الزيت هاتي يعني مثلا هاد المارك هاتي كنت اكتمعها وكتصفت ليها كمية كثيرة لحقاش لابد ان اخد واحد لاجوش كتخلصي الان فيو غالي تقدريت تخذي هاتي وتخلصي عليها 10 اورو ولا 12 اورو ولهذا كنت اخد كمية كثيرة وكنت اعود فيهم البيع هنال حقاش عارف الناس بزف كيبغيوا زيوت اللي يكونوا 100% طبيعيين ومفيهم شلغوش وهذا قررت ان يبقى نبيعهم الناس اللي ضايرين بيا ولكن بعد ما سولتوني بزف بيكم قلتوني يمنين كنت اخد هات زيوت قررت اني هاد الفيديو ان شاء الله غان نوريكم الخلطة في نفس الوقت هنوريكم بزف اللي بخدوه اللي كان بيع لهم كلهم طبيعيين ولكن اول حاجة هنهضروا على خلطة الزويت اللي كان ساوب انا كما كنت شوفو هاتي الخلطة الزويت اللي كان ستعمل انا دائما راكم شدوها فروتيني نديرها في هاد القرعة حاولوا تلقاوش القرعة اللي كانت تسحبها هاكذا الزويت دائما البلد نخليهم بشي بلاصة مضلمة نبعدوهم على ضد الشم يعني ايضا نستعملهم نديرهم شي بلاصة مضلمة وباردة يعني يشكون باردة عادي برد عادي ميش يزعونه في تلاجة او هذا سينو في بلاصة ما تكون شيني فيها سخانة بزف مثلا ضربة فيها الشيء مثلا ما تكون سخو الحال نحطوها في الدوش دياني لكان بارد ولا في شي بلاصة يشكون باردة في الضر دياننا هنا اهل بنات هذه الزويت دائرة أنا سبعات زويت صراحة سبعات زويت هم اللي كي يجو مع الشعر ديالي تقدروا تقلبوا في الانترنت وتشوفوا الزويت كلهم اعلى شكلها زيت لاش كاتلق مثلا هات الزويت اللي كان ستعمل بغيتهم باش يطولوا يا شعري باش الضغبة ديالي تغدى وما تبقاش تهرس لاحقاش الضغبة ديالي مؤخرة بديت تهرس ليه يعني شير بع سنين هذا كان عندي هذا المشكل واخيرا لقيت ليه صراحة الحل الحمد لله الشعر ديالي كان ما كيتواش وقف بلاستو ولكن نجن منهار قدرت هات الخلطة ديالي بديت كانتبحة وكان دير حتى زيت العود مع التوما ردرت لكم الخلطة ديالتي سهلة بزاف بالنسبة لبناتلي ما قدرش يوفر هات الزويت هنخلي لكم هنا سهل بزاف خذكم غير التوما وزيت العود وهو زيت الزيتون ديروا هاتيك حتى هيا يعني تقدروا تستعملوا اي زيتوا لكن انا كنستعمل مرة هاتيك واكتر اي كنستعمل هادا لحقاش ما فيه الاريحة لأولو وكيغبدي الشعر صراحة روعة 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 كنستعمل انا في هذا الزيت كنناخد زيت الخرواح كندير مثلا نصف كأس زيت الخرواح نصف كأس من هذا الزيت كندير مثلا نصف كأس من زيت بوضر العنب كما تعرفتها فيه بزاف ديالفوائد نصف كأس من زيت الافوكادو اللي هو الاغوكاتي منعوش لكم عنيه روعة كما تشوفوا الزيت كلهم 100% طبيعيين هذه المنتاجات كلهم امريكية يعني صنع امريكي كنستعمل نصف كأس ديال الزيت اللوز تقدروا تلقوا هات الزيت كلهم في الصيدلية كنستعمل نصف كأس ديال كوكو كما تشوفوا زيت الكوكو هنا جامد ولكن اللده وبته في حمام ماريا يعني دائما نصحكم في حمام ماريا لاحقش في الميكروهند ولا ديركت فوق العافية كنت تحيد منه بزاف فوائد لهذا في حمام ماريا كنستعمل نصف كأس ديال كوكو وكنستعمل هنا هنا يوجد زيت مركز هذا ما عرفش مركز ولكن هو نطورا وصراحة يجيني غالي والقرعة ديال صغيرة كما تشوفوا كنستعمل أربع ديال كاس يعني ما كنستعمل نصف كنستعمل أربع ديال زيت أرقان وكنستعمل هنا معلقة كبيرة دائما هات الزيت الفيتامين الحقاش ممركز كندير معلقة كبيرة مثلا هنا يدر صغير معلقة صغيرة الحقاش هنا مدرش نصف كاس درت ربع كاس يعني دائما تما على هذا الشي انا هات الزيت كلهم مثلا كنت ندفع أرقان وديرون سكاس ولكن عندكم كتفره وكتشلون بلاس رخيصة ديرون سكاس حقاش هوا رزوين بزاف دائما هات الزيت كلهم انا نديرهم بشيارة اتطوره بلا من عاورتلكم هات الزيتاني مجديد والفيتامين او كي يساعد بزاف باش يطور لنا الشعر ديالنا بسرعة ندير دائما هذا فيتامين او قلل منه الحقاش مركز صافي كان نخلط البنته الزيت مع بعضياتهم كما كنت شوفوا هنا يبقى هنا مركز زيت الكوكوة لكن غير كان نخلطه صافي كيف يندمج مع بعضياته وكان بدأ نستعمله كيف هاش كنستعمله من اللفج هاته هاته ندير زيت كي وكان بدأ ندير مساجه شعر ديالي بدأ ننلوق من الجلده ديال الشعر ديالي خضره الشعر ديالي وقيد ديروا مساج بهات بليم الصبع مرش كيف بسماءه لما نعرف وقيد ديروا مساج بهات الطريقة بشوية تقريبا شئة خمسة دقائق و قد قلبه شعر ديالكم كشك تبغيوو تديرو هاد العملية وصافي مبعد كاتكتكملو وقيد ديروا زيت كوكوة فنزل في حاجات مراتي فيهب ايضا فنزل وقت فنزل فنزل ونزل فنزل موضوع ساعة او انا صراحة ندير البلاستيك الغذائي فوق الشعر او الباب الالومينيو على حساب الى البلاستيك الغذائي احسن اخليه ساعة حتى الساعتين اذا قد تديري الصباح و تدوشي في الليل احسن حاجة او لا بالليل و تدوشي في الصباح يعني دائما تخليه 10-12 ساعة سوف يستفيد الشعر اكتر من هات الزيوت و الشعر دي لك ما غادش يبقى يدقرد لحقاش الشعر عليش كي يدقرد لنا كل شعرنا كاملين كيتوال مشي ما كيتواش مشكله هو انو كيتوال و كيتقرد كيتوال و كيتقرد يعني ما كيتكونش مغدي كفاية باش انا الزغبة دينا تطوال و تبقى ما تتقردش لنا الاخرى يعني ما كتكون جيش شعر جديد كيبقى حتى القديم انا اش كان وقع عليا كان الشعر كي كبير ولكن كيتدقرد لي بوان و ما كيبقاش يطواليا ولكن منها بتتكالس عملات زوية صراحة لحط الفرق كبير كبير بزاف و لهذا بتنسحكم بي كيف ما اقول لكم اذا قديتو شعر ديكم زيان ما غادش تلقوش مشكلة ان شاء الله غاد يطواليكم خصغيش و يتصبر و المداومة انا دايما هاد الزوية هادو كنديروهم مره في السمانة مره في السمانة صافي وشي مرات لاغط الشعري مثل مره ثلاث مره في السمانة كندير مره هادا مره كندير ماسك بالفواكه و العسل على حساب الابوكا و البانان على حساب اشنو بغيت الشعري كندير مره اشنو ان شاء الله هاد الماس كلهم غاد نشاركو معاكم ولا كندير زيت زيتون مره هادو مره هادو مره هادو و شابنات ان ما كانش استطعتكم تتوفروا هاد الزوية عندكم زيت البلدية ولا زيت زيتون كما واحد كي يقوليها هاديك ره روعة حتى هيا نخلي لكم الفيديو روعة هاديك ما تحتاجوش تشريو هاد الزوية كلهم و كما اقول لكم كل حاجة لا تتعود الاخرى ولكن نقدروا نديروا البادير يعني ما عندناش هاد الزوية ما قدناش ناخدوهم نديروا زيت العود والتومة وخاهية كتلقى شوية ريحة ولكنتها يرى مفيدة بزب وصافي البنات كندرن هادي هما نصح اللي كنديرهم الى نسيتش حاجة سأولوني في التعليقات ره دائما نجاوبكم يا خسر كانش حاجة ضرورية ولما جاوبتكم شراء الوقت كي يكون شمرة ضيق ولكن فش يلا كنطلع الفيديو كنحاول نجاوب جميع الاسئلة وفينما دخلت شمرة كالقشي جي سؤال مهم كنجاوبو الى البنات كتقول شكرا على الفيديو زوين لهذا كنضروف هاداك القليب الصغير الحمر باني شكرا كنشكركم بذيك الطريقة و كنجاوب البنات التي كونهم حتاجين لاجابة ولكن تعليقات ديركم كلهم كنقراهم شكرا بززف على الدعم شكرا 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 وصافي دبا غادي نشرح لكم ونقرروا كما هم المنتجات التي كنبيع والتي نضيف في الانستغرام وهو الدانيا شوب سوف نجد لكم الوريان في البغدان فو في البرد انفرميون في خانة الوصف الى بتوضيفون تشوفوا اتمنى اول شيء نقررها لكم هي هاد الكريم الكريم اللي سوالتوني عليها بزاف هاد الكريم تقدروا تلقاهها في مارتش امازون ولكن انا كنناخدهم من عند لامارك ديالهم و كنناخدهم بكثرة و كنعود فيهم كما كنت لكم البيع و كنعود لكم و كنعود لكم و كنعود لكم بالنسبة للبنات اللي بغاوا الترطيب و تصفيات الوجه و كتنة خشوية الوجه صراحة زوينة بزاف تقدروا تدخلوا تقرروا عليها كنين بزاف و كنعود لها كريم و بعدها سوف نحاول لكم اتمينا جد مناسبة لما يدروش حتى شي واحد و لهذا الان فيو غادي يكون غير هنا في اسبانيا ما غادش يكون المغرب انا بعدها نحضر لكم واضح كنبيع هاد المورد هذا المورد هو العرواع في قنينة دي الجاج و اسمته سبراي ناتورال 100% كان الهدفه الهدفه 118 هذا يكون التفاصيل نحضر لكم على اليوم في الانستغرام الخاص كان بيع الزويد كلهم في فورماته الهدفه 120 و لكنه كثريتهم 180 ميل كما كنت ترى زيت الخرواع هذا كان نأخذ دائما لها القراعية الصغر هم اللي كان عاوتو يوم البيع للناس لكن في نهاية السلويد كان عاوتين يحتاجون كما انا كانت قرعه كبيرة أصبح هناك الكثير و يمكنكم أن أخذها سبعة وحدة فيها 180 وخلطة مرة أخرى هذا السيروم يحارب التجاعد يخفف تجاعد القدام لا يوجد تجاعد تجاعد قد تجاعد انا اكد لكم هاد القادية هادا بزاف زوين الى بنسبة للبنات النساء اللي شوية اكبروا لهذا يخلطو هادو بجوج يدير السيروم بعد الكريمة ويخلطوهم مع بعضياتهم هادو اصلا كنبيعو انا مع بعضياتهم دائما قليل فاش كنبيع الكريمة بوحدة و لهذا بوحدة دائما كنبيعو مع بعضياتهم بالنسبة للبنات اللي بغوا وغيت ترطيب هاديرها هو عراف الترطيب ما نعود لكم شراء بزاف كنبيعو بنات اللي راحتهم دائما قوموا بكتره كانوا بيكتوره هذا هو الفيتامين او تحلو كثيرا سوف أخذ هذا الفوائد عدة الوجهة الشعر وخشي كان لقاذب الماصك قد تبرل لديه على وجهه كمي يجب أن يكون تطوير كب Sauvide أماسك المشاكل الكثير من يجب أن يجب سوى نبيع عدد كبير من هذه النوع تحتاج للباهل نبيع صبون كبير أتوجه معروف صبون سواب تهو معروف يعني الناس بزاف كي ياخدوا بذائر بحال هكذا هذا كستعملت انا في الصف كانوا جيدوا هني بزاف في واحد الحبيبات يمكنه العظم دي هزيتون هادا ولا ما نعرف بعدها المصاوب بعدها هادا بكل شي طبيعي الريحة دياله كتتحمق هادا كيف تتح البشرة مضمون الحقاش انا كما كنت لكم جربته كيف تتح البشرة كنشف الحبوب وكينشف البشرة لهذا كانوا جهك جاف ما تقربيش لهذا الصابون كانوا جهديا كدو هني هذا غينشف لك البشرة وقال نرجع يعني للصابون عادي لك تشوف كنشف الفارماسياء بلحق هادا بغيت البشرة ديالك تنشف لكم هاداك الذهن هاداك الذهن ذهن ذهن هاداها روعة وكينشف الحبوب كينشفهم وكيف تتح البشرة هادا عن تجربة جربت انا في الصف هادا صابون عجبني بزاف كان بعوتين هادا الصابون اللي هو صابون كوكو كما كتشف الاسم دياله هادا صابون عادي زوين بزاف ناطورال بمسبب لبغيتوا صابون عادي واتمينا ديالBael prayers كلشييييييييييييييييييييييي واتمينا داي لما نساب�� وم?. замيني نساب المهم السيروم كي سنخ POC قد تزيل ارته اسمه الافوكا وفيتامين A وزيت اركان يعني واعل بزاف البنات هاد السيروم هدا بسبب البنات يعني تديروا قبل مكياج ولا قبل كريم ديالكم و لا يديروا ببوحده بني تشبه البنات لم يديروا ش الكريم زوين بزاف من عارفين فوائد ديال أرغان تصفي له جهة كينقيل وجه من كل شئ كينحارب التجاعد يعني في بزاف ديال فوائد و كما كنتشوفه بفرماط داير بحال هكذا صراحة هاد السيروم زوين كينقائ كمبكت تيكم الوجه أنا صراحة لم أجربتوا بزاف ولكن سوف نتبعوه ولحقا شفت بزاف ديال لبنت كي يهضروا عليهم مزيان والناس اللي طيقة يعودوا لي علي وقالوا لي يبقى نزوين ولهذا بديتك نجربوه وبدأك يعجبني وان شاء الله سوف نهضر لكم على هذا الشيكوشي اللي كان جربوه بزاف ولكن راه راوعة هدزيك الناس طيقة قالوا هاليا ولهذا ما غادش ننكدبهم راوعة وحتى انا صراحة بديتك نلاحظ الفرق من الأول يعني باقي مستعملتوا عجبتهم ويتسهمانة كاملة ونضعوا فرق ولي عاجبني فيه هو الباك ديالو لديه هكذا صراحة بزاف غلبي بزاف سهل في الحلانة وفي الجبيدو هذا وصفحة ببنت هالشي هوا اللي كي يكون عندي عندي هالذي الكوكوه لكن هذا ما غادش نبيعه لاش لحقا ش تقيل إلا بعتوه غادش نتخلصناتوه اللي نحقا شه ام فيو ديالو حقا ش ام فيو ديالو ومناعرف ده بانشوفي لها غاد نحط فلاباج هذا كل شيء اللي سوف نحط في لاب باج سوف نبيع هذا زيت ارغان سوف تلقاوه كما قلت لكم هو تمنديل وغالي ولا تحتاجون ان نعود لكم عني لكل شيء الزيت كلهم اللي شفتوا هنا نبيعهم زيت لافوكا حاصل المهم من هذا الفيديو وانكم تعرفوا ان هذا زيت هذا انا لم نشرب مع تشيء واحد نأخذ بكاتر ونعود فيهم البيع تخضروا تلقاوهم في امازون يعني ايما كنت نشرب من عندي انا عايق ان اوضح لكم وما عايقكم لا تهدروش مع اي فض الموضوع هنا في اليوتيوب لحقاش صراحة هاد شي عش مكش مغان اهضر في هاد الموضوع هنا في اليوتيوب باش ما ينقشت وحدي يعني ايش تعليقات يقول لي بش حال ولا هادا يعني ادخلوا لهذاك الانستغرام ارا غادي تكون واحد البنت دايلا غادي تكون واحد البنت دائما تمك غادي تجاوبكم على اي حاجة على اي سؤال جاوبوا سولوها الا تعطلت عليكم شوية مش مشكل ولكن غادي تحاول يعني من غادي تجيها من خدمتها غادي تجاوبكم دائما غادي تكون كونكتية في العشية غادي تجاوبكم وانا ما كانت انا في الصباح غادي نكون وغادي نجاوبكم على اسئلة دياركم كلها انا اوضح لكم واحد الحاجة انو الان فيو غادي يكون غير هنية في اسبانيا المغرب الا حقاش لادرة المغرب غادي نضرركم انتوما بنتلي في مغرب ولا غادي نضرراصي في التعمال بدي سبالك انتي باغاه تقدر تتحضر معايا ونقول لك الان فيو انتي تخلصه يعني هو مو وصلت تقدر تخلصه وصافي ولكن نظن غادي تقول القادية شوية غالية ولهذا بالاحسن كانت تجنب دابا حاليا هذا الموضو حتى نشوف نلقيت ليشي حل اما في اسبانيا الان فيو لكن اردناريو عادي غادي نخلصه انا غايكون هو التامن يعني قطي هذا البرودي يروح التامن رافيه الان فيو داخل بغيتي الان فيو سرتيفيكات تشوفي دائما البرودي يروح وانت غادي يوصلك وانت غادي يوصلك وانت تابعي غادي تخلصه انتي لحقاش السرتيفيكات ويكون شوية غالي وانا ما عندي حتى ارباح الى تخلفت السرتيفيكات حقاش ابغيت نديلكم هنا كل شيء اتمينة مناسبة كيفما قلت لكم منظر لكم ومنظر شراسي من بعد حقاش نخلص الانبيو ونخلص في الباك فين غادي نصفتو لكم لانا هادا اخصني غا يكون عنديو حشوية الرباح ونحاول ان شاء الله رب يشاهد باش منظركم شحتنتو ما في الاتمينة اه بيتنا وضح لكم هات حاجة ما انتم متوحد فيكم هات الشي درتو ما مجبور بكم مجبور انه ياخد ما عندي شي حاجة غير كنقول لكم هادي كإفادة نذا ماس تقدروا تلقاو هات زويت كلهم السيروم تقدروا تدخلوا اي اسمية تقدروا على السيروم ديال الارغان تلقاه ولكن كن اكد لكم ان التامل دياله سي تلقاه خيالي الزويت ايقوات تقدروا تلقاوه مرخص من التامل او اغلاء من التامل او اغلاء من التامل كل ماركو كل حاجة ونحاول ان يكون ضيفا او لم يدين منها شي حاجة تبقى مسألة طيقة مع دمين تتخذوا هاتوك الزويت انا قلت لكم تجربتي عجبوني كل هما تشاهدوا الناس يأخذوا معدي ديمو يأخذوا شي حاجة مزيانة مرحبا مبغيتوش في الصيدليات في البرفرماسيا في القرية فور كانت غير ستاوروه خيص بزاف خدوه من تامل انا قلت لكم اوضحت لكم هاد الامر باش نجاوكم على السؤال يسوتوني بزاف اوصف يا الابنات اي حاجة كانت لكم في الانستغرام ديالي اللي هو أسرار بيوتى ولا في الانستغرام اللي هو دانيا شوب اللي مختص بهات المونتجات اي سؤال صراحة خاص بهذا الشيء لا تقولوش يا لا في اليوتيوب ولا في الانستغرام اللي خاص بأسرار بيوتى نهضروه في الانستغرام ونخليوه اليوتيوب لنصقيح وذك شي الاخر هادي اخر مرة اخر مرة اخر مرة غير باش نوضح هاد الشيء وصف اول مرة اخر مرة نهضر عليه كان بغيكم بزاف بزاف وحتى الفيديو ان شاء الله مدنسوش لعجوكم هاد الفيديو اي حاجة كتخصف الفيديو لهذا قلوها ليا في التعليقات ديالكم دائما نجاوبكم لما جاودكم شان نقرأهم ونبرك على هاد القلية بالحمر بان انا رشتهم باش تعرفوني اراني نشوف في الكومنتاريو زيالكم واي حاجة كانت مهمة را نجاوبها في الحين وخانعرف نحيد مالوقت ديالي ونجاوبكم وصف يا البنت كان بغيكم زاف 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 وحتى الفيديو ماجي ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة